شكرا لك حسين صباح النور التابعنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك القطاعات الأكاديمية والعلمية لتعزيز الخطوات التنفيذية لمشروع استصلاح وزراعة 270 ألف فدان بوسط وشمال سيناء كما وجه الرئيس السيسي خلال اكتماعه مع قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس الشركة الوطنية للطرق ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني وجه سيادته بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية بمدينة الأمل الذي سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات الادمة وذلك في إطار التطوير الشامري للمنطقة تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مرتكب واقعة اختطاف طفل بمحافظة الغربية وإعادته سالما لأهله وقالت الوزارة في بيان لها أنه تمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناه في ضبط مرتكب واقعة خطف الطفل مشيرة إلى أن سرعة الكشف عن ملبثات الواقعة وضبط الجناه رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين هذا وقد سادت حالة من الفرح بين أهل طفل المحل لسرعة إنقاذه معربين عن شكرهم للدولة ورجال الشرطة على سرعة إعادته لأهله سالما أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنين وقالت الخارجية في بيان لها أن مصر تعيد التأكيد على ضرورة تغليب مصلحة اليمن وشعبه عبر التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 331 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 238 ألفا وخمسمائة وتمانين حالة وأوضحت الوزارة في بيانها تسجيل 263 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس مشيرة إلى وفاة ست حالة جديدة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تنتظر من حركة طالبان إعادة فتح المطار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان مشيرا إلى أنه سيشرح للأمريكيين في خطاب له اليوم أسباب عدم تمديد بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن ستواصل جهودها لمساعدة الأمريكيين والأفغان إذا أرادوا الرحيل من أفغانستان وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي إنه تم إجلاء أكثر من 123 ألف شخص من أفغانستان مشيرا إلى أن مهمة بلاده العسكرية في أفغانستان انتهت وأن فصلا جديدا من علاقة واشنطن بكابل قد بدأت تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول أفغانستان يدعو حركة طالبان إلى الوفاء بتعهداتها بسماح بمرور آمن للمواطنين الأجانب والأفغان الذين يتطلعون إلى مغادرة البلاد وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن مجلس الأمن أكد على القرار على أهمية احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات كما طالب المجلس بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أو مهاجمة دول أخرى ولا لإواء إرهابيين وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح القرار فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه تدخل وأصدر القرارات الأخيرة لأن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط وقال سعيد خلال لقائه مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن مجلس النواب الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية تحول إلى حلبة صراع وجلساته صارت مخجلة مشيرا إلى أن مشاريع القوانين تم تفصيلها لأشخاص بعينهم ختم مجزء الثامنة فصل قصير ونعود لاستكمال فقراتنا في صباح الخير يا مصر